فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية شكرا لكم قال المؤلف رحمه الله ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره نعم ولذلك قال أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم الله إن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام المشروع أن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وإن زاد فقال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله خيرا ما جزا به نبيا عن أمته فهذا جائز هذا جائز لأنه من أوصافه صلى الله عليه وسلم وليس فيه غلو نعم ولا تجاوز وإذا أراد أن يدعو لا يدعو عند القبر لأنه لا يجوز الدعاء عند القبر لأن هذا وسيلة إلى عبادتها فإذا أراد أن يدعو يذهب ويكون في ناحية من المسجد ويستقبل القبلة استقبل القبلة ويدعو الله عز وجل ولا تعلق للدعاء عند القبر أبدا لا لنفسه ولا لغيره وإنما الدعاء يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شكرا للمشاهدة